تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر رسالة خطية من دولة السيد هيلي مريم ديسالين رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين صديقين وسبل دعم التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات وبخاصة في المحافل الدولية وقد تسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لدى استقبال سموه صباح اليوم سعادة الدكتور تيدروس أدها نوم المبعوث الخاص لرئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الصديقة بحضور سعادة وزيرة الصحة الأستاذ فائق بن سعيد الصالح وخلال اللقاء رحب سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بزيارة المبعوث الخاص لرئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الصديقة إلى مملكة البحرين في ظل ما تشكله هذه الزيارة من أهمية على صعيد تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تعزيز أواصر التعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين ويزيد التنسيق بينهما في المحافل الدولية من جانبه أعرب أسيد تيدروس أدهانوم عن خالص الشكر والامتنان لمملكة البحرين قيادة وشعبا على ما تليه من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيدا بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر من أجل تنمية ونهضة مملكة البحرين في مختلف المجالات وما يبديه سموه من حرصه على تنمية العلاقات البحرينية الأثيوبية والارتقاء بها إلى كافة المستويات ونوها بما تشهده مملكة البحرين من تقدم في شتى المناحي ومن بينها المجال الصحي وبما تشهده من نهضة حضارية متميزة مؤكدا حرص بلاده على توثيق عرى التعاون مع مملكة البحرين معربا عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون الثنائي الذي يحقق المنافع للبلدين والشعبين الصديقين